السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أهلا بأحبابنا الكرام ومع درس جديد من دروس الكفايات النحوية بعنوان التوابع افتح مع الكتاب في صفحة 21 والتوابع في اللغة أي هي التي تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجر والتوابع أربعة العطف والنعت والتوكيد والبدل العطف والنعت الذي نسميه الصفة ويصحني أقول عنه نعت أو صفة التوكيد والبدل قلنا التوابع تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا درسنا منها في السنوات الماضية العطف وقلنا أن للعطف أدوات وحروف وذكرناها منها الوا والفا وثم وأو وحتى ولا وبل وأم ولكن كل هذه أدوات من أدوات العطف انظر معي للفقرة الموجودة عندي في الكتاب صفة 21 ضع خطا تحت الكلمات الملونة صيادا راعيا مزارعا صانعا انظر تجدها جميعا منصوبة ما السبب كلمة صيادا عطفنا عليها وراعيا بدأ الإنسان حياته صيادا وراعيا فمزارعا ثم صانعا ما سبب نصب هذه الكلمات نعم لأنها نعم حسنتم معطوفة على ما قبلها معطوفة على كلمة منصوبة فحرف العطف الوا والفا وثم جعل الكلمة التي تأتي بعدها التي نسميها المعطوف أيضا منصوب طيب أسلوب العطف يتكون من المعطوف عليه وحرف العطف ثم ما يأتي بعد حرف العطف المعطوف هذه المسميات المعطوف عليه حرف العطف المعطوف لكن في الإعراب كيف نعرب؟ الذي يسبق حرف العطف يعرب حسب موقعه في الجمل حسنتم حرف العطف الحروف ليس لها محل من الإعراب نذكر الوظيفة التي تؤديها في الجملة فنقول الواو حرف عطف الكلمة التي تأتي بعد حرف العطف نقول عنها معطوف فإذن أقول مثلا وراعيا الواو حرف عطف راعيا معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة إذن تختلف المسميات عن قضية الإعراب تفقنا أن ما يسبق حرف العطف نسميه المعطوف عليه لكن نعربه حسب موقعه في الجملة كما أقول في مثال سهل حتى يسل علينا الأمر دخل محمد وعلي دخل فعل ماض ومحمد إعرابها معطوف عليه معطوف لا إعرابها فاعل مرفوع علامة رفعها الضم الظاهرة إذن أعربناها حسب موقعها في الجملة الواو حرف عطف علي معطوف مرفوع علامة رفعه الضم أحسنتم بارك الله فيكم إذن في التسمية تختلف عن الإعراب ما بعد حرف العطف هو الذي نقول عنه المعطوف إبقى راعيا وراعيا فمزارعا مزارعا معطوف ثم صانعا صانعا أيضا معطوف لكن كلمة صياد نسميها المعطوف عليه نسميها المعطوف عليه لكن نعربها حسب موقعها في الجملة مثلا عندي الكلمة يحرث ويستخرج يحرث فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الواو حرف عطف يستخرج فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم لأنه معطوف على يحرث حسنتم إبقى قد نعطف اسما على اسم أو فعلا على فعل أو جملة على جملة حروف العطف أو نقول عنها أدوات العطف أو أدوات الربط في اللغة نربط بها بين الكلمة السابقة والكلمة التي تأتي بعدها هذا هو أول تابع من التوابع معنا تذكرناه سريعا وسنتدرب عليه أكثر وأكثر في النشاطات القادمة بإذن الله معنا التابع الثاني وهو بعنوان النعت مكتوب عندنا يا أستاذ الصفة نعم النعت أو الصفة لا يختلف الأمر النعت أو الصفة هو اسم يذكر لبيان صفة في الإسم الذي قبله كما أقول مثلا الطالب المجتهد محبوب فكلمة المجتهد بيّنت صفة من صفات الطالب وقلنا أنه يتبع ما قبله في الإعراب نعم تابع النعت تابع من التوابع فالمجتهد مثلا نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم والنعت يتبع ما قبله في الإعراب وفي التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجم مثلا انظر إلى الأمثلة الموجودة عندي إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا انظر إلى كلمة يوما أي ونعم جاءت منصوبة وعبوسا وهي النعت أيضا جاءت منصوبة لأنها تتبعها في الحكم الإعراب ذكرنا أن الكلمة الثانية هي التي نقول عنها النعت نقول عنها النعت أما الكلمة التي توصف التي نسميها المنعود أو الموصوف تعرب حسب موقعها في الجمل أحسنتم فأنا عندي درسي اليوم يركز على الكلمة الثانية التي تصف أو تذكر لبيان صفة في الإسم الذي يسبقها هي التي نسميها النعت أما المنعود أو الموصوف نعربه حسب موقعه في الجمل أحسنتم ويطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان نعربها موصوف منعود أبد نعربه حسب موقعها في الجملة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة مخلدون نعت مرفوع أي نعم تابع وعلامة رفعه ألواو أستاذ الكلمة الأولى مرفوعة وعلامة رفعها الضم والثانية مرفوعة وعلامة رفعها ألواو هذه لا تغير في الأمر شيئا العلامات لا تغير معنى شيئا المهم أنها أصبحت تابعة لها في الحكم الإعرابي أرف فيهما عينان نضاختان عينان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى ولا نعربها منعود لا ما عندي منعود في الإعراب نضاختان نعت مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى حسنتم ننظر لي المثال الرابع عن النبأ العظيم عن حرف جر والنبأ منعود لا النبأ اسم مجرور وعلامة جره الكسر أنا ما نظرت إلى الكلمة التي بعدها حتى أحددها يعني أنا ما أعرف أنها موصوف أصلا ما أعرف أن لها صفة أو لها نعت سيأتي بعدها فإذن أنا أعربها قبل أن أنظر إلى بقية الجملة حسب موقعها في الجملة جاءت عندي مبتدى جاءت عندي فاعل جاءت عندي اسم مجرور مفعولا به منصوب كذا يبقى أعرب الكلمة الأولى التي هي الموصوف أو المنعود حسب موقعها في الجملة العظيم نعت مجرور وعلامة جره الكسر الكسر إذن أحبابنا الكرام في العطف وفي النعت التاب عندنا هو الكلمة الثانية في العطف الكلمة التي تأتي بعد حرف العطف وفي النعت الكلمة الثانية الكلمة الثانية طيب في العطف وفي النعت الكلمة الأولى كيف تعرب تعرب حسب موقعها في الجملة لا أنظر إلى ما بعد حرف العطف لا أنظر إلى الصفة وأبدأ بإعراب الكلمة الموجودة عندي فدرسنا اليوم يركز على التوابع عندي درس العطف الكلمة الثانية التي تأتي بعد حرف العطف وفي النعت أو الصفة أيضا ننظر إلى الكلمة الثانية الكلمة الأولى دائما إن كانت في العطف أو في النعت تعرب حسب موقعها في الجملة حسنتم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإلى لقاء قادم بمشيئة الله نكمل فيه التوابع معنا درس التوكيد والبدل في المرة القادمة جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة